السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام تذكر أن الأيام الصعبة التي تمر بها ستصنع منك شخصاً قوياً لا ينكسر وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع اليو اللي بيقوم من النوم على حلم بحبيبته الأديمة ولما زوجته بتسأله كان بيحلم بإيه مش بيجذب عليها وبيقول لها إنه كان بيحلم بحبيبته الأديمة وإنه كان قرب ينساها لإنه في الوقت الحالي ما يعرفش حاجة عنها فبتفجأ زوجته إنها عرفت قصتهم لإنها قارت في الكتاب الأخضر فبيقول لها بكل هدوء وبينصحها تبطل تدور وراف أغراضه الشخصية وبيرجع ليو بذاكرته وبيحكي إنه للا وفات والده ما كانش هيرجع لمدينة كايلي مرة تانية وإن الموضوع بدأ بيموت صديقه زو وإن زو كان دايماً بيلعب أمار وعليه ديون كتير وبيتهرب من دفعها وطول الوقت كانت الشرطة بتطرده وبعد كده عرف من صديقة زوجته إن الشرطة لقيت زو متوفي في منجم ألغام وبيظهر ليو مع أخته هما بيفتكروا والدهم اللي توفى وبتفكروا أخته بوسيط والدهم ليهم وإنه ساب الشاحنة ورسي ليو والأخته مطعم فينج وبتسألوا أخته ليه كان سايب الشغل على الشاحنة فبيقول لها إنه كان بيدير صالة أمار فبتعرفوا خطتها اللي جاية بإنها هتجدد المطعم وبتطلب منه يمشي منه لإنه كان مقيم في المغزن بتاعه وبالفعل بيمشي ولما بيرجع بيدخل المغزن علشان يلم أغراضه وبيجيب صورة حبيبته القديمة اللي كان مخبيها في المصباح وبيكون مكتوب عليها اسم تاي ورقم موبايل وبيحكي ليو إنه في مرة وهو ماشي في نفق طويل شاف شبح صاحبه زو جوه قطر واقف فشك وقتها إن صاحبه لسه عايش ولما دخل للقاطر لقى حبيبة صديقه فمسكها من شعرها علشان تقوله على حقيقة موت زو لكنها أكدت له إن الشرطة بتدور عليه وبتنزل معا من القاطر وبياخدها على المطعم يأكلها علشان تتكلم وتقول الحقيقة ولما بتيجي تمشي وهو بيركب شاحنته بيعترف لها إنها شبه واحدة كان بيحبها زمان وبيطلع صورتها وبيورها لها فبتأكد له إنها ما تعرفهاش وهنا بيقرر ليو إنه يعمل بحس عن الرقم اللي في الصورة وبيعرف إن صاحب الرقم منه زلاء المعتقل فطلب من زوج أخته يجيب له تصريح يدخل بيه السجن وبالفعل بيدخل السجن يقابل السيدة صاحبة الرقم اللي على الصورة وبيطضح إنها تاي مامة حبيبته القديمة وبيوريها الكتاب الأخضر بتاع بنتها فبتقوله إن وقتها بنتها تشين كان عندها 16 سنة وبتحكي له حكاية الكتاب وهي إنها كانت دخلة تسرق بيت ومعاها بنتها وكانوا أصحاب البيت مش موجودين في وقتها وكان في البيت دهب وفلوس ومقتنيات غالية لكن أهل البيت رجعوا فجأة وما كانش قدامهم إلا إنهم يختاروا حاجة واحدة ياخدوها من البيت ويمشوا بيها ولما خرجوا ومشوا من الغابة لقوا بنتهم أخدت الكتاب الأخضر وهي دي الحاجة الوحيدة اللي اخترتها من البيت ولما بيسألها عن سبب سجنها بتقوله إنها مسجونة بتهمة النصب والاحتيال وفي النهاية بتكتبله عنوان بنتها تشين وبيمشي ليو هو بيفتكر ذكرياته مع حبيبته تشين لما كان بيشوف معاها الأفلام اللي بيحبوها في شاشة العرض وبيتأثروا بأحداثها وبعدها بيروح يقابل صديقة زوجته في مطعم وبتقوله على كل اللي عرفته عن تشين حبيبته بعد البحث عنها وبتقوله إن عمرها دلوقتي 36 سنة ومتجوزة وزوجها اسمه وانج وهو مدير فندق بانجاي وهنا بيفتكر ليو أحداث حصلت في الماضي مع تشين لما بلغته إنها حامل في ولد وكانت بتتمنى لما يكبر يبقى رياضي حتى ليو كان بيحلم معاها إنه يعلمه يلعب كرة الطولة لكنها في يوم بتصدمه بإنه لما ميشي آخر مرة أجهدت الحمل ولما سألها عن السبب قالت له إن الراجل الكبير اللي بيحباها متمسك بيها ومش هيسيبها في حالها وإنه هيفضل يطردها في كل مكان فبيقترح عليها إنهم يهربوا من كايلي لمكان تاني لكنها بترفض وبتأكد له إن الراجل الكبير هيعرف يوصلها لو راحت لأي مكان تاني فبيحاول ليو إنه يطمنها وتسق فيه وبيقول لها إن ليه صديق بيدير نادي أمار في بورما وبيطلب منها تلم أغراضها وتجيله بالليل ويهربه لكن قبل ما بتروح له بيوصلها شخص وبياخدها رهينة عنده ومن وقتها ما شافهاش ليو تاني ولا قدر يوصلها وبنرجع للحاضر وبنلاقي ليو سافر رحلة طويلة لمدينة بانجاي وبيوصل للفندق اللي بيمتلك وانج زوج تشين علشان يسأله عنها لكن لما بيوصل مش بيلاقيه فبيقف يستناه ولما بيرجع بيسأله على تشين وبيقول له إنه صديق قديم ليها من كايلي فبيقول له وانج إنها مش موجودة وإنها مشيت وبيحكي له إنه لما تشين نزلت الفندق ما كانش معاها فلوس تدفع الإيجار وكانت بتحكي له كل يوم حكاية مقابل الفلوس اللي عليها وبعدها تجوزها لكنها في يوم خرجت ومرجعتش على الفندق تاني فطلقها وبنروح لليو هو لسه بيعمل محاولاته علشان يتأكد هل صديقه زو مات ولا لسه عايش وبيروح يسأل سيدة فتحة محل لتصفيف الشعر يعرفها عن زوجة صديقه اللي مات فبتنصحه يبعد عن طريقها لإنها سرقت منها قبل كده حاجات قيمة وكمان بتحكي له إنها استعارت سلاح من والد زوجها علشان تقتل شخص بيه لكنها وقت في حبه ومقتلتهوش وبتفكر ليو لما كان شغال معاها زمان في تصفيف وصبغات الشعر وإنه ما كانش بيشتغل كويس وكان طول الوقت بيتسكع مع زو صديقه فبيضحك ليو بيحكي لها إن زو صديقه أخده في يوم وهم صغيرين وقاله إن والده مشهور بلقب النسر لكنه اكتشف بعدها إن والده طلع من نزلاء السجن وبعد ما بيمشي بيقعد ليو مع نفسه وبيستغرب إنه نسي اسم الفيلم اللي كان بيتفرج عليه مع حبيبته تشين ومن هنا بيقرر يروح على مكان الحانة اللي أخد عنوانها من وانج زوج تشين السابق ولما بيوصل للمكان بيلاقيه غريب ومهجور والحانة بتكون مغلقة لإن الوقت كان خلاصت آخر وبيسأل رئيسة العمل عن مغنية اسمها تشين فبيتقوله إن المغنيين اللي عندهم هيكونوا موجودين بعد ساعات وبتعرض عليه يدخل يتفرج على فيلم لحد ما تكون المغنية اللي عايزها وسلط وبيدخل يتفرج في السينما المجاورة للحانة على فيلم لحد تاني يوم الصبح ولما بيخلص الفيلم بيروح يستكشف المكان فبيلاقي نفسه في مكان يشبه المتاهة فبيجر عربية عليها مصباح ولما بيوصل لآخره بيدخل بالمصباح لجوه الكهف لإنه كان مظلم وبيفضل يدور على أي حاجة فبيلاقي رسمة غريبة مرسومة بتبشير على الباب وفي نفس اللحظة بيسمع صوت فبيرفع مسدسه وبيمشي يدور في المكان اللي طلع منه الصوت وبيفتح خزنة فبيلاقي جواها شخص لابس ماسك حيوان ولما بيكشف الماسك عن وشه بيطلع إن اللي لابسه ولد صغير وبيفهموا الولد إن المسارح والحانات بيبنوها هنا بالقرب من الكهوف وبيحكي له الولد إن الدخول في الكهف سهل لكن الخروب بيكون صعب لكن كل اللي بيفكر فيه ليوه هو إنه لو معرفش يشوف حبيبته في الوقت ده هتبقى ضاعت منه فرصته الأخيرة ومش هيعرف يشوفها تاني وبعدها بيساوموا الولد إنه لو فاز عليه في لعب التنس الطاولة هيخرجه من هنا وبيطلب الولد منه يجيب له الباب اللي عليه الرسمة وبيعرفه إنه هو اللي رسمها وبيشيله ليوه بالرغم من إنه تقيل عليه وبيبدأه مع بعض اللعبة وبيكسب فيها ليوه فبينفذ الولد وعده وبياخد ليوه على الموتسكل علشان يخرجه من الكهف وبيعرف منه ليوه إنه عنده 12 سنة ولما الولد سأل ليوه إن كان حب قبل كده فبيقوله ليوه إنه حب بنت زمان شديدة الجمال لكنه فقدها ودلوقت بيحاول يوصل لها لكنه حتى مش فاكر ملامحها وهنا بيوصله للطريق وبيديله الولد مضرب سحري يخليه طير لو لفه بشكل صحيح وبيعرف ليوه يعدي من نفق مظلم برفع بيركابها علشان يوصل بيها للحانة ولما بيقرب ليوه للحانة بيسمع أصوات المغنيين فبيروح عليهم وبيدخل لمغنية بتكون قاعدة بظهرها ولبسة جاكت أحمر فبيسألها إن كانت هي تشين فبتستغرب من الاسم لأنه اسم نجمة مشهورة وبيعرف ليوه بعدها إن اسمها كاي وبتدخل للصالة المجاورة اللي بيكون فيها ترابيزات للعب البلياردو ولما بتيجي تطلب من الشباب اللي بتلعب إنهم يوقفوا لعب لإنها هتقفل الصالة بيديقوها بأسلوب غير مناسب وهنا بيتدخل ليوه وبيضرب شاب منهم فبيخافوا البقيين وبيمشوا وبتروح كاي علشان تمشي هي وليوه لكنها بتلاقي مفتاح الباب الخلف ضايع فبيضطروا يقعدوا في الصالة للصبح لحد ما ييجي حد ويفتح لهم وبيقعدوا مع بعض يدرديشو وبيعرف ليوه منها إن اسمها معناه لقلوقت كايلي فبيفاجئها وبيقول لها إنه من مدينة كايلي هو كمان وبعدها بتقوله إن الصالة ملك لحبيبها جيان وبعد شوية بيقوموا يلعبوا مع بعض بلياردو وبتبدأ كاي تحكيله إن جيان حبيبها بيجدب عليها كتير لإنه وعدها يرجعها على مدينتها كايلي وده ما حصلش وكمان شافته وهو ماشي مع واحدة تانية غيرها وأثناء ما هم بيلعبوا بلياردو بتعترف له إنها مش بتلعب كويس وبتحط لنفسها تحدي إنها لو كسبت هتتشجع وتاخد قرار وتسيب المكان وتشق طريقها لإنها بتحلم تكون مغنية مشهورة ولو كسبت فلوس كتير هتهدي نفسها برحلة تسافر فيها بطيارة لإنها عمرها ما رجب الطيارة قبل كده كل ده وليو حاسس بإنجزاب تجاهها غريب وهنا بيطلع المضرب اللي خاده من الولد وبيقول لها إنهم لو لفوا المضرب بطريقة صحيحة هيخليهم يطيروا ويعرفوا وقتها يخرجوا من غير ما يكسروا القفل وبياخدها ليو من إيديها وبيلف المضرب وفجأة بيلقوا نفسهم شايفين الحانة والمكان كله من فوق وبيشوف ليو منزل شكله مميز ولما بيسألها عليه بتحكيله إن اسمه منزل المغرمين وبرغم إنه دلوقتي مهجور بس بتتمنى تدخله فبيفهمها ليو إنه لازم اليوم يوصل لحبيبته اللي مش عارف ملامحها وبيكون متأكد إن شكلها تغير بعد مرور سنين كتير على فرقهم وبعد كده بيطلب منها ليو إنها تغني على المسرح وبعدها هيمشي على طول لإن حبيبته كانت بتغني أغنية معروفة بيها وفي الوقت ده بيشوف مغنية تانية فبيمشي وراها علشان يشوفها هتروح فين وبيلاقيها بتتخانق مع جيان لإنه كذب عليها هي كمان في حاجات كتير كان وعدها بيها فبيتأكد ليو إن كاي كلامها حقيقي وإن جيان بيواعد كل البنات وبيستغلهم وهنا بيتدخل ليو بيهدده بالمسدس وبيطلب من المغنية تمشي لكنها بترفض وبتقول إنها تغضل مع جيان لإن ملهاش حد تاني هنا فبيديها ليو تفاحة كانت في جيبه لكنها بترفض تاخدها وبتسأله ليه بيحاول يساعدها لكنه ما بيعرفش يرد عليها وبيكون خايف إنها تمشي وتطلع هي حبيبته تشين اللي بيدور عليها وقبل ما تمشي بتديله الساعة بتاعتها هدية فبيمشي ليو بيسيبها وهو زعلان وبيأكل التفاحة اللي كانت معاه لإنهم بيعتقدوا ببلدتهم إن اللي بيتدايق بيأكل تفاحة وهي هتساعدوا على التقليل من الزعل وبيرجع ليو على المسرح وبيروح لكاي وبيديها الساعة اللي خادها من المغنية فبتعجبها جداً وبتلبسها وهنا بتطلب منه يدخلوا مع بعض بيت المغرمين ولما بيوصلوا هناك وبيدخلوا بيلاقوا كل شيء فيه خربان وبتحصل حركة دوران ومش بيوقف إلا لما بيتقال فيه تعويزة وهنا بتعترف له إن اسمها الحقيقة شين فبيفرح ليو جداً لإنه كان حاسس إنها حبيبته فعلاً وبيبدأ يفكرها بذكرياتهم زمان وإنه حبيبها اللي اتعرف عليها في كايلي وبينهم ذكريات كتير ومن هنا بيرجع ما بينهم حالة الانجزاب والحب وأخيراً ليو بيكون وصل لحبه القديم اللي فضل يدور عليه كتير وقطع رحلة طويلة علشان يوصل لأحلى ذكريات عشها في حياته ومقدرش ينساها مع مرور الأيام وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم